اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما ولكنه في يوم من الايام شيد له قصرا على نهر دجلة وكان الماء يمر بجوار هذا القصر فدخل المهنئون يهنئونه بالقصر الجديد ودخل شاعر من الشعراء فانشذ يقول عش ما بدى لك سالما في ظل شاهقة القصور فقال له الخليفة زدني فقال يجري عليك بما اردت مع الغدو مع البكور فقال له زدني فقال فاذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا انك ما كنت الا في غرور فقال له الخليفة اعد فقال فاذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا انك ما كنت الا في غرور فقال اعد فقال فاذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا انك ما كنت الا في غرور فاكب هارون الرشيد يبكي حتى اغشي عليه من شدة البكاء ثم امر بقصره الجديد فهتكت استاره وغلقت ابوابه ورجع الى قصره القديم ولم يلبث الا شهور حتى كان في عداد الموتى وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ايها الاحبه اننا ننفر من عظة الموت بل ونكرهها سئل رجاء ابن حيوة في هذه فسأله بعض خلفاء بني امية فقال له يا رجاء لماذا نكره الموت فقال يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم والنفس تأبى ان تخرج من العمار الى الخراب ايها الاحبه اننا في بيوتنا نهنأ بالوان من الطعام والشراب وبيوت مرفهة تنسينا اننا سوف نزول عن هذه الدنيا يوما من الايام لا محالة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو يصيه كن في الدنيا كأنك غريب او عبر سبيل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك لان او في الحديث معناها بل كن في الدنيا كأنك غريب لان الغريب قد يأنس في دار الغربة وقد يتاخذ اخدانا واصدقاء وقد يكون الفه في دار الغربة افضل من داره ودياره الاصلية فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال او عابر سبيل لان عابر السبيل لا يستقر له قرار يجلس فيستريح ثم يحمل اثقاله على ظهره ويسير فهكذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب او عابر يعني بل بل عابر سبيل ان لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا فيها فلما رأوا انها ليست لحي وطنى جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنى ايها الحبيب الدنيا متاع الغرور الدنيا ظل زائل ظل لكنه زائل والاخرة ظلها دائم اكلها دائم وظلها اكلها دائم وظلها فاذا علمت ايها الحبيب وتأكدت ان هذه الدنيا فانية وانك يوما سوف ترحل الى الله فماذا اعددت بل ماذا اعددت انا هل تحافظ على صلاة الفجر في جماعة هل تؤدي صلوات الخمس في جماعة هل اخرجت زكاة مالك هل ادبت اولادك وعلمتهم الدين هل علمت اولادك شيئا من القرآن هل اديت حق الله في من ترعاه فان الله سائل كل راع عما استرعى حفظ ام ضيع ايها الحبيب اذا كنت اخرت لي غد فمن يدري من يدري اتعيش الى بعد غد فجدد التوبة مع الله اعلم ان الدنيا متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ايوالله ومن اصدق من الله قيل ان الله هو الذي يقول هذا الكلام يقول لك ايها الحبيب وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ظل زائل ظل زائل عما قريب تفنى هذه الدنيا تفنى هذه الدنيا فاني اصيك واوصي نفسي ايها الحبيب بان تجدد التوبة وتجدد الاوبة وترجع الى الله قبل ان يأتي يوم لا تنفع في التوبة فاذا جاج لهم لا يستأخرون ساعة يا سلام ولا ساعة ولا دقيقة كم من الساعات يمر عليك وانت لم تذكر ربك كم من الساعات وانت تفنيها فيما حرم الله توب الى ربك وارجع اليه يا نفس توبي فان الموت قد حان واعص الهوى فالهوى ما زال فتان يا نفس مالي وللأموال اجمعها خلفي واخرج من دنياي عريانا اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتوب علينا وعلى العصات والمذنبين وان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يشرح صدر من لا يصلي الى الزكاة ومن لا يزكي الى الزكاة ومن لم يحج الى الحج وان يكتب لنا الحج عواما عديدة وازمنة مديدة اقول قولي هذا فاعوذ بالله ان اذكركم به وانساه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة